اكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الختامية للقمة الخليجية اكد ان قمة الصخير تعتبر اضافة لمنجزات الدول مجلس التعاون مشيرا الى وحدة مواقف الدول المجلس لتوجاه القضايا والتحديات التي تحيط بالخليج العربي فضل الله تعالى ومنته ثم بحكمة قادتنا حفظهم الله كانت قمة الصخير اضافة مهمة لمنجزات دولنا وشعوبنا وتعزيزا لدور دول المجلس في مختلف المجالات وداعما لدورها المحوري في نشر الخير والسلام في المنطقة والعالم اصحاب الجلالة والسمو قادتنا ناقشوا العديد من الموضوعات في المجالات الاقتصادية والعسكرية والامنية والاجتماعية وغيرها من المجالات التي تهم مواطني دول المجلس كما اكدت هذه القمة على وحدة المواقف لدول المجلس تجاه القضايا والتحديات التي تحيط بدولنا وعلى الدور الرائد لدول المجلس في حفظ الامن والاستقرار في المنطقة وفي العالم وصدر عن هذه القمة بيان صحفي مشترك وصدر ايضا اعلان باسم القمة اعلان الصخير وهذا الاعلان اكد على اهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظ الله التي اقرت في قمة الرياض 2015 لما تشكله من اطار متكامل ونهج حكيم لتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس وفي الشأن الاقتصادي اكد القادة دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى التي تهدف الى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها وتسريع وطيرة العمل لانجاز السوق الخليجي المشتركة والاتحاد الجمركي وغيرها من المشاريع التنموية والتكاملية كما اكد قادة دول المجلس دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة بانظمة وقوانين مشتركة وموحدة وذلك لما لها من دور حيوي في العملية التنموية الشاملة ايضا تطرق الاعلان الى اهمية توحيد اسس مناهج التعليم الاساسي والتعليم العالي ودعم تطوير دور الشباب واشاد قادة دول المجلس في الاعلان بما وصل اليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والامني واكدوا على ضرورة العمل لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الامنية لمجلس التعاون ليكون دورهما اكثر فاعلية وقدرة على ردع اي اعتداء او مساس بسيادة دول المجلس كما اشاد القادة بالتمرين الامني الخليجي المشترك امن الخليج العربي واحد الذي استضافته مملكة البحرين مؤخرا والذي وضع خريطة امنية متكاملة لدول المجلس كما اكد قادة دول المجلس على حرصهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية بما يعزز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للامن والسلم الدولي واكد القادة على ضرورة ان تغير ايران من سياستها في المنطقة وذلك بالالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وادان القادة تسيس ايران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها وطالبوا ايران بانهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث والاستجابة لمساعي دولة الامارات العربية المتحدة السلمية اكد المجلس الاعلى ايضا على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية ودعمها لجهود التوصل الى حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف واحد وقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن وانهاء معاناة الشعب السوري الشقيق واكد المجلس الاعلى ايضا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض اي تدخل في شؤونه الداخلية كما اكد على اهمية الحل السياسي وفق الاسس المتفق عليها واهمها والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن اثنين وعشرين ستعاش وتأييد جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل والد الشيخ احمد وخارطة الطريق في هذا الشأن وبخطواتها الامنية والسياسية اللازم للتوصل الى حل سياسي وجدد المجلس التأكيد على مواقف دول المجلس في مواجهة الارهاب والتطرف ونبذها لكافة اشكاله وصوره وايضا التكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي للقضاء على الارهاب هذا فيما يتعلق بقمة مجلس التعاون وبعد ذلك عقدت القمة اللقاء المشترك مع دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة السيدة رئيسة مي تم الاتفاق في هذا اللقاء الهام وبعدما استمعنا لكلمة صاحب الجلال الملك حفظه الله وكلمة دولة رئيسة الوزراء في هذا الشأن أمامنا صورة واضحة لكيف ستسير العلاقات ما بين الجانبين ما بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيث اتفقت طرفها على اطلاق الشراكة الاستراتيجية الخليجية البريطانية واستمرار العمل بخطة العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز العلاقات في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية والثقافية والاجتماعية تم التأكيد على الالتزام المشترك تجاه أمن الخليج ورد أي عدوان خارجي أو تدخل في شئونهما الداخلية ولتأمين مصالح الجانبين في المنطقة بما في ذلك مواجهة التهديدات الأقليمية وأي مهدد لأمنهما وتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدات الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي واقتصاديا تم الاتفاق على العمل المشترك لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مجلس التعاون وبريطانيا والعمل مع القطاع الخاص لتحقيق التفاهم على إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار وتم الاتفاق على عقد مؤتمر تجاري المشترك بين القطاع العام والخاص في لندن خلال الربع الأول من العام القادم كما تم بحث التعاون الوثيق والشراكة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والفنون ودعم الحوار الأديان والحضارات من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا كما تم تبادل وجهات النظر وبعمق وتنسيق المواقف حول قضايا الإقليمية كالوضع في سوريا والعراق واليمن وبقية الأماكن وتم بحث العلاقات مع إيران والأنشطة الإيرانية المزعزة على استقرار دول المنطقة هذا هو خلاصة ما جرى اليوم بين الأمس واليوم في قمة مجلس التعاون وفي القمة مع المملكة المتحدة وخلال المؤتمر الصحفية أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني أن قادة دول المجلس حريصون على نمو الاقتصاد الخليجي وتعزيز التنمية المستدامة استهل هذا المؤتمر الصحفي بتقديم فائق التحية والتقرير والامتنان لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على ما حظيت به الوفود المشاركة في هذه القمة المباركة من كرم الضيافة وطيب الوفادة وحسن الاستقبال والأعداد المتميز لأعمال قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وكذلك اللقاء المشترك مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة السيدة تريسا مي وهو أول لقاء لها بعد لقاءاتها الرسمية على الصعيد الأوروبي مما يدل على متانة العلاقات والمكان المهمة والمتميزة التي يحتلها مجلس التعاون على المستوى الدولي كما يشرفني أن أعرضه عن بالغ الامتنان والتقدير إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم على دعمهم ومساندتهم وتقديرهم الدائم لجهود الأمان العامة ومنسوبيها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك كانت استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية استضافة مميزة سواء من حيث الاستعداد والتنظيم أو من حيث النتائج والقرارات ويسرني في هذا الإطار أن أعرض لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية عن بالغ التهاني لترقص معاليه الدورة الحالية للمجلس الوزاري الموقر متطلعا إلى العمل معا لما فيه خير وتطور مسيرة العمل الخليجي المشترك لقد لخص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه نتائج هذه القمة عندما قال أنها قمة خير ونماء وارتقاء لابد لي هنا أن أؤكد أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حريصون على نمو الاقتصاد الخليجي وتعزيز التنمية المستدامة ورفاه ورخاء المواطن وكذلك في العمل معا لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية أن القادة حفظهم الله ورعاهم يهدفون إلى مزيد من التكاتف والتكامل الاقتصادي سعيا لتحقيق وترسيخ كتلة اقتصادية قوية داعمين لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وبرنامج عملها لتحقيق وحدة اقتصادية ووجهوا رعاهم الله برفع القرارات اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجي المشترك وإشاد أصحاب الجلالة والسمو والقادة بجهود المجلس الوزاري المميزة في متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك والتي أقرت في القمة الماضية ووجهوا المجلس الوزاري بمواصلة هذه الجهود المباركة والاستمرار في رفع التقارير الدورية عن سير التنفيذ والعمل على إزالة ما يعيق تنفيذ بنود الرؤية كما وجه القادة إلى الإسراع في تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين موحدة لخلق البيئة التشريعية الملائمة لتحقيق رؤى القادة وتطلعات شعوبها وقد اعتمدوا اليوم قانون الغش التجاري ووجهوا بالإسراع في إقرار قانون تجاري موحد وقانون المنافسة مما يدل على اهتمامهم رعاهم الله بترسيخ وتعميق التكامل الاقتصادي لما فيه من مردود على المواطن الخريجي كما أكد القادة على ضرورة الاهتمام بالشباب وسقل مواهبهم وتنمية قدراتهم مع التأكيد على همية التعليم الأساسي والجامعي في هذا الإطار كما أكدوا أيدهم الله على دعم العمل الجماعي الدفاعي بتطوير منظومة القيادة والسيطرة والمنظومة اللوجستية وكذلك تطوير العمل الأمني المشترك حفاظا على أمن وسلامة واستقرار دول المجلس وأشادوا كما أوضح معالي بالتمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد الذي استضافته مملكة البحرين في الشهر الماضي ووجهوا بعقد التمرين القادم في الإمارات العربية المتحدة يليه دولة قطر كما أكدوا حفظهم الله على دوركم أنتم الرائد وأقصد دور الإعلام والإعلاميين في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة